مشاهدين الحديث أكثر عن زيارة ولي العهد لبريطانيا ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من لندن الخبير في الأسواق العالمية والخبير النفطية دكتور مصطفى البزركان أهلاً وسهلاً دكتور حياك الله ودعنا في البداية نتحدث عن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي نتج عنها تأسيس مجلس للشراكة الاستراتيجية يجمع البلدين برأيك ما هي المصالح المشتركة التي ستتضمنه هذه الاتفاقية خصوصاً مع النقلة الحاصلة على الجانب الاقتصادي في المملكتين طبعاً لا بد من ذكر الكلمات التي استخدمتها وزير رئيسة الوزراء مي قالت بالحرف الواحد أن الاتفاق وهي تقصد الاتفاق الاستراتيجي المشترك الذي يصل قيمته إلى 90 مليار دولار أنها دفعة مهمة للازدهار في المملكة المتحدة وثقة دولية باقتصاد المملكة المتحدة وهي تتهيأ للخروج من الاتحاد الأوروبي هذه كلمات فعلاً تصف هذه الزيارة التاريخية هذه الزيارة التاريخية التي لها مجالات كثيرة اقتصادية مالية سياسية أمنية يعني على سبيل المثال اليوم سيحضر ولأول مرة يحضر من خارج مجموعة أو مجلس الأمن القومي هو الأمير محمد بن سلمان لهذا الاجتماع هذا يدل على أن هناك دور سعودي تتوقعه المملكة المتحدة على كافة المستويات اليوم صباحاً إن سمح لها الوقت كافة الصحف البريطانية بدون استثماء حتى الصحف المحلية هي ذكرت تفاصيل اجتماعات أو زيارات الأمير محمد بن سلمان أكبر صحيفة اقتصادية متخصصة في العالم نشرت على صفحة الأولى صورة استقبال الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا إلى الأمير محمد بن سلمان هذا يدل على أن هناك تثمين لهذه الزيارة بهذا المستوى من الحفاوة الإعلامية والحكومية والملكية أيضاً نعم دكتور ماذا عن المستثمرين البريطانيين ألا تتوقع بأن الإصلاحات الأخيرة في المملكة ورؤية 2030 تعتبر بالفعل محفز لدى رؤوس الأموال في بريطانيا إن صح التعبير للدخول إلى السوق السعودي بالتأكيد الإصلاحات ورؤية 2030 بقيادة الأمير محمد بن سلمان جعلت وحولت المملكة العربية السعودية إلى بيئة استثمارية واعدة بالنسبة للمستثمرين البريطانيين كان هناك أكثر من 6000 شركة تصدر إلى المملكة العربية السعودية الآن هناك مستثمرون ينشدون ضخ استثماراتهم في مشروعات كثيرة ومتعددة منها البنى التحتية منها مشروعات في الاتصالات كافة المشروعات الآن هي عامل جذب لماذا؟ لأنه هذا الإصلاح الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الإداري وحتى الاجتماعي هذا ولد يعني الآن هي بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات بالإضافة إلى أن هناك إصلاحات واعدة تشريعية وقانونية تضمن حقوق المستثمرين الذين يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية هذا الذي يجعل هذه البيئة الآن باستثمارية تستقطب وستستقطب الأفضل من الاستثمارات باتجاه تنمية الاقتصاد السعودي نعم على الجانب الآخر ألا تعتقد بأن أزمة البريكست قد وفرت أرضية قوية للمستثمر السعودي للدخول إلى الأسواق البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ بالتأكيد توقيت الزيارة جاء أكثر من المناسب حتى إلى الجانب البريطاني يعني يوم أمس أمام البرلمان وحتى في كلمة رسمية وبيان رسمي من رئاسة الوزراء أكدت أن هذه الزيارة وخطوة المجلس الاستراتيجي بين السعودية والمملكة المتحدة هي دعم لجهود بريطانيا خاصة وهي تتهيئة للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي هذه يعني الآن المملكة المتحدة هي تنشد هذه الاستثمارات السعودية وتنشد هذا التعاون الاستراتيجي وبالتأكيد هذه الزيارة تعطي دعم كبير للوفد المفاوض البريطاني مع الاتحاد الأوروبي ورأينا وقرأنا يعني مقالات عديدة تشيد بهذه الزيارة لأنها تعطي دعم للموقف البريطاني في مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة للإنسحاب بريطانيا نعم دكتور برأيك ما هي القطاعات التي ترى بأنها تملك جاذبية لدى المستثمر البريطاني في المملكة بعيدا عن قطاع النفط وأيضا جاذبية للمستثمر السعودي في بريطانيا طبعا كافة القطاعات التي تشمل قطاع الخدمات البريطانية الذي يشكل أكثر من 56% من الاقتصاد البريطاني هي قطاعات جاذبة يعني قطاع المصرفي قطاع شركات التأمين قطاع التعليم قطاع الصحة هناك أيضا حتى في مجال البيترو كوميويات هناك الصناعات الثقيلة وخاصة الآن السعودية تنشد إلى توطين الصناعات الثقيلة في المملكة هناك حتى صناعات الأدوية والمعدات الطبية كافة القطاعات هي جاذبة الآن للاستثمارات البريطانية ولذلك نرى أنه هذا الاندفاع من جانب المستثمرين البريطانيين للتوجه باستثماراتهم إلى المملكة وبالتالي المشاركة في الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وبالتالي نقل الخبرات هذه هي نقطة مهمة تنشدها المملكة العربية السعودية وهي نقل الخبرات إلى الشاب السعودي وبالتالي يكون هو أداة لإدارة الاقتصاد في السنوات القادمة نعم دعنا نتحدث على الجانب الآخر عن أسواق النفط دكتور يعني ارتفاعات طفيفة تحقق أسعار النفط في افتتاح تداولات اليوم بعد تراجعات تجاوزت الاثنين بالمئة فقد فيها حوالي الدولار ونصف الدولار في جنسة الأمس تقييمك للارتفاعات الطفيفة اليوم قياسا بالتراجعات القوية بالأمس يعني طبعا برنت شهد تراجعا أكثر من 2% 2.3% وستكساس تراجعا 2.2% هذه جاءت نتيجة الإعلان أن هناك ارتفاع في موزونات النفط الأمريكية وهناك أيضا توقعات بزيادة إنشاد النفط الأمريكي سواء التقليدي والصخري إلى ما يتجاوز 11 مليون برميل هذا الذي جعل هناك هذا التذبذب في أسعار النفط ولكن هناك أيضا لا ننسى صحيح هناك ارتفاع طفيفة ولكن هناك تصريحات تأتي من وزراء أوبك خاصة وزير الطاقة السعودي ووزير الطاقة الإماراتي حينما تكون هذه التصريحات وهذه الثقة في هذه التصريحات نرى أنه أسعار النفط تقفز ولكن دعيني أوضح نقطة لا بد من توضيحها وهي الآن هناك منتج النفط في منظمة أوبك منتجون النفط من خارج أوبك وهناك منتج النفط الأمريكي الصخري والتقليدي هذا هو المنافس الكبير في الأسواق النفطية وسيبقى يضغط على الأسعار وسيبقى يضغط على المنتجين الآخرين ولذلك لا بد من استراتيجية نفطية تخطها كافة الدول أوبك بدون استثناء والبالإضافة إلى استمرار التعاون مع الدول من خارج أوبك وخاصة روسيا حتى مع نهاية العام 2018 نعم بالعودة للحديث عن أسعار النفط دكتور يعني الخام الأمريكي يقترب من كسر مستويات الواحد ستين دولار للبرميل بالرغم من تراجع أسواق الأسهم وهبوط أسعار الدولار الأمريكي برأيك المتغيرات التي تعتقد بالفعل بأن إنعكاسها كان أقوى على أسعار النفط وأيضا أمد تأثيرها الزمني برأيك طبعا كان هناك مؤثرات سبقت الأسبوع الماضي ولكن المؤثر الكبير هو تلويح الرئيس الأمريكي بحرب تجارية يعني بالنسبة إلى فرض الولايات المتحدة وستفرض رسوم قمرقية على مستوردات الصلب والحديد والألمنيوم هذا الذي جعل هناك تخوف الأسواق لذلك شهدت الأسواق المالية الأمريكية تراجعت لثلاث جلسات متتالية بالنسبة إلى أسواق النفط أيضا تتأثر عملية الصناعة النفطية تتأثر برفع أسعار الحديد والصلب والألمنيوم بالنسبة إلى أنابيب النفط وكذلك بالنسبة إلى محطات التكرير هذا الذي يجعل الآن أسعار النفط تتذبذب صعودا ولنزونا ولكن العوامل الرئيسية وهي التأثير على توقعات نمو الاقتصاد العالم هناك بعض المؤشرات السلبية على تراجع نمو الاقتصاد العالم المتوقع هذا الذي يجعل أسعار النفط الآن تتذبذب ودخل أيضا المضاربون على أسواق النفط وخاصة صناديق التحوط التي الآن أصبح لديها ما لا يقل عن نصف تريليون برميل من النفط نعم الخبير في الأسواق العالمية والخبير النفطية الدكتور مصطفى البزركان كنت معي عبر الأقمار الصناعية من لندن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر